الهتام سيكون من القليوبية مع كريم رجب الذي ينضم إلينا من قرية مجول بمحافظة القليوبية تابعة لمركز بنها ليرصد كذلك افتتاح أو تجديد أو تشييد مسجد آخر في بيت من بيوت الله هذه المرة على ما يبدو من مسجد حجاج العزب كما فهمت كريم كيف بدت الصورة في أداء صلاة الجمعة وما تلاها نعم أحمد هذا المسجد الذي أتواجد فيه الآن انصرف منه المصلون عقب أداء صلاة الجمعة ولم يتبقى سوى الموظفين الذين قاموا بعمليات التطهير عقب الصلاة مباشرة أثناء دخول المصلين إلى المسجد كان هناك التزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرت من جانب وزارة الأوقاف لأداء صلاة الجمعة وهو ارتداء الكمامات وأيضا الاتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي والتباعد بين المصلين حتى لا يكون هناك ضررا على المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة وفقا للمستجدات التي فرضها فيروس كورونا هذا المسجد الذي تواجد فيه أحمد تبلغ مساحته نحو 400 متر وجرى إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف وهو واحد من بين ثلاثة مساجد تفتتحهم مدرية الأوقاف القليبية خلال هذا اليوم اليوم ليكون رصيد محافظة القليبية من المساجد الجديدة حتى هذه اللحظات التي افتتحت خلال شهر سبتمبر إلى 6 مساجد لأنه كان هناك في الأسبوع الماضي ثلاثة مساجد افتتحوا وينضم إليهم ثلاثة مساجد اليوم وأيضا الأسبوع القادم سيكون هناك ثلاثة مساجد أخرى وبالتالي يكون رصيد محافظة القليبية من المساجد الجديدة التي تفتتح خلال شهراء سبتمبر وأكتوبر وفقا لخطة وزارة الأوقاف تسعة مساجد أيضا في القليوبية يبلغ الرصيد الإجمالي من المساجد ما يزيد عن خمسة ألاف مسجد من هذا الرقم هناك نحو 2350 مسجدا يعني مصرح بهم أداء صلاة الجمعة لأن هذه المساجد يعني تعتبر من المساجد الكبرى التي يصرح فيها أداء الصلاة وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف أيضا المسجدين الآخرين الذين تم افتتاحهم خلال هذا اليوم أحدهما في قرية ميت كنانا بمركز طوخ بمحافظة القلوبية وتبلغ مساحته نحو 350 متر مربع بالإضافة أيضا إلى مسجد آخر في قرية الشبك بمركز أشبين القناطر وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع إذن هذه هي التفاصيل الخاصة بالمساجد الجديدة التي تفتتح في محافظة القلوبية خلال هذا اليوم وأعود إليك أحمد مجددا في الستوديو شكرا جزيلا لك على الهواء مباشرة مرسلنا كريم رجب من محافظة القلوبية الشكر لكل زملائنا المرسلين الذين كانوا معنا من محافظات الجمهورية المختلفة ونقدم كذلك خالص التبركات والتهاني لسكان تلك المحافظات والقرى والمناطق التي شهدت تشييدة أو صيانة ورفع كفاءة جديدة للمساجد التي تنتظر عمارها الركع السجود من مختلف المحافظات ترجمة نانسي قنقر